في بعض المهندسين في المشروع يعني عادي يقول التجار هاي الباب القضاء مفتوح ما نعرفين باب القضاء مفتوح بس أنا من حقي أنا ما بطالب إشي مني من الأمانة أو من الحكومة إحنا لما نخلص الدراسة التعاوضات وراح نروع أخوانا بسولح ومدينة رضية إحنا غرفة لكل التجار مش لمنطقة واحدة ولو مش مقتنين هذا حق وأبسط حقوقهم ما راح نطالب وراح نعرضها أمام عالي أمين عمان ومعالي دولة الرئيس بالطرق بالحوار في عندك إعفاء من المثقفات هذا جزء من ممكن يخفع أخواننا مالك العقارات في إعفاءات من ضربة الدخل لأنه النسبة كبيرة من الإجارات بتروح طربة الدخل في موضوع روح أسميها نقول أثارها بسيطة ممكن نلاقي حلول إحنا نخفف الضرر ممكن حكومة تستجيب لهذا الطلب يعني لن تطالبوا بتعويضات تطول بالك هذا أول مرحلة اليوم لا طبعا الحق إنه اليوم إذا ما لقنا استجابة وحنا جبنا قرارة تمييز الآن المستشارين القانونيين في الغرف شغلين على كل احتمالات أحد الاحتمالات هو الذهاب للقضاء نحن كغرفة لا نستطيع مقاضات الأمانة لأنه إحنا ليس طرف مضضرر إحنا رح نساعد التجار سواء في الاستشارات القانونية أو ممكن الرسوم المحكمة الرسوم المحامة حسب ما بيقضي بيشوف مجلس إدارة كما فعلنا في وسط البلد بالتالي هذا يعني أنا شايف شايف إنه إحنا رحينا القضاء يعني مش كثير أنا متفائل من خلال حوارنا مع إخواننا في الأمانة لا لا يعني ما مش باعتبارهم مش في بالهم الضرر اللي صار للتجار إنه تضرر بسيط سنة سنتين أصبروا أصبروا طب إنت اليوم بتقولي أصبروا ويمكن بعد سنتين أكون بجويدي أنا ولها هرب ترى البلد لأنه أنا الدين تتراكم عليه لا سمح الله